خلينا أقول أحبائي بكل صراحة الشعب الوحيد الذي لا يعترف هو العرب وبالتحديد الإسلام وأقولها عن محبة أنا بتكلم فيها هون عن دراسة مش عن يعني فمثلا تركيا اليوم ما زالت تنكر المذبحة ضد الأرمن والسريان راح فيها حوالي مليون ونص أرمن والسريان معروفة موفقة تاريخيا ومع كل هذا رفض تام بالاعتراف لما دخلت دخل الإسلام دخل طبعا كاحتلال لأن لو مش احتلال كان بيرسل مئات آلاف من الأئمة حتى يقودوا الناس يهدوا الناس إلى الصراط المستقيم ولكن حقيقة لما منت إحنا تعلمناه فأنا بتكلم مش شيء غير واقع أنا بتكلم من إحنا في المدرسة من صف الأول للجامعة اتعلمنا عن الفتحات وعن عنه والغريب أنه لما كنا نتعلم بيتكلموا عنها بافتخار باعتزاز بكبرياء مع أنه في ضحايا في ضحايا راحت إما تعطنق الإسلام أو تدفع الجزي أو تقتل وهذا الحال يعني معروف تاريخيا هذا اللي علمونا يعني الأسات زي مسلمين اللي علموني هذه المعلمات فأنا لا أتكلم عن شيء يمكن العقلية الثقافة الخلفية تبعتنا بترفض أو بتمنع لأنه إحنا نؤمن أنه الشعب متفوق أو خير أمة إلى آخره هذا موضوع تاني هذا بتركه لا إلك ولكن أنا بتكلم على ما يحدث في هذا العالم بما يتكلم عنه الكتاب المقدس فتحويل يعني مئات ألاف الكنائس إلى مساجد إذا ما تحولتش هدم ألاف الكنائس حتى نفس الحجارة كانت تستخدم لبناء المساجد قتل مئات الألاف لم تعود بأي شيء بل على النقيد تطالب بكل شيء لأنه حتى اليوم إذا اكتشفوا أي أثر إسلامي بتقوموا بتقعد الدنيا على هذا الموضوع فمثلا كتير يعني أنا بسترجع عشان لازم انتوب أحبانا الماضي ماضي بغض النظر شو صار في الماضي احنا عايشين في اليوم بس على الأقل عشان نساعد أنفسنا نطلع من العبودية نطلع نتحرر تكسر القيود من حياتنا تحل البركة على شعوبنا وتروح اللعنة عنها في مشكلة كبيرة ترجمة نانسي قنقر